أجواء التخرج في هذا العام الاستثنائي جاءت مختلفة لما يمر به العالم من ظرف بوجود جائحة كورونا لذلك شرع الشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المقدسة إلى إقامة برنامج ثقافي للمتخرجين احتفاء بطلبة جامعة المثنى من كلية التربية للعلوم الإنسانية دفعة العام المنصرم إيمانا منها بتقديم الدعم المعنوي لهذه شريحة المهمة في المجتمع بتنسيق مع شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية التابعة لقسم العلاقات في العتبة العباسية المقدسة قمنا باستقبال وفد من طلبة جامعة المثنى الحبيبة كلية التربية للعلوم الإنسانية قسم اللغة الإنجليزية لإقامة حفل تخرج لهم ببركة وجوار المولى بالفضل العباس عليه السلام الهدف من استقبال هؤلاء الطلبة هو لنعبر عن مدى احتضان العتبة العباسية المقدسة لهذه الفئة فئة طلبة العراق الأعزاء برنامج أعد للطلبة المتخرجين الذين جاءوا لإداء قسم التخرج عند الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس عليهما السلام ليشقوا الطريقة من هناك نحو المستقبل الذي ينتظرهم إلى جانب الاحتفاء بثمرة حياتهم الدراسية وتم تكريمهم باحتفالية أقيمت في قاعة الإمام الحسن عليه السلام والتي تضمنت محاضرة تنموية وتوعية للسير في سبيل النجاح الشكر لله أولا وآخرا ولأولياء النعم محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام البداية نقدم كل الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة كل من قام بالترحيب والضيافة من المقيمين في مهيئة المواكب الحسينية في السماوة إلى الأمانة العامة في العتبة العباسية المقدسة يضيف دافع معنوي وكبير وكذلك نستلهم من إمامنا الحسين عليه السلام وأخيه أبل فضل العباس القيم والمبادئ السامية لبناء جيل ومستقبل واعي للأجيال القادمة إن شاء الله ليس بالجديد على العتبة العباسية المقدسة أن تهتم بشريحة الطلبة لكونهم يعدون عماد المجتمع فهم الحاضر والمستقبل للبلاد لذلك عملت على تقديم الدعم المستمر لهم عن طريق مشروع فتية الكافيل الوطني والذي تشرف عليه شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية فيها اشتركوا في القناة